موسيقى مشاهدين الكرام في كل مكان في العالم سلام المسيح يملأ قلوبكم أرحب بكم في الحلقة الثامنة من برنامجكم الدليل سنجول فيها وإياكم بين طيات الكتب والمراجع المسيحية والإسلامية لنستقي منها ما نجده بخصوص موضوع حساس جدا وهم للغاية بل هو أهم موضوع من الممكن أن يطرح هو رجاء الإنسان هو حياة الإنسان الأبدية إنه الخلاص في الحلقة الماضية حاولنا أن نجد شيء عن تدبير الخلاص في العقيدة الإسلامية ولكننا لم نجد سوى سراب هي بعض كلمات تلقاها آدم من ربه والمفاجأة أن هذه الكلمات لا وجود لها في القرآن والغريب أن إله القرآن يقول لنبيه وأنزلنا إليك الزكر لتبين للناس ما نزل إليهم فما الذي سيبينه نبي الإسلام للناس من خلال الزكر الذي هو في الحقيقة محتاج إلى من يبينه خاصة عندما نرى كيف أن كل مواضيع غامضة وقصصه ناقصة مما يضطر المفسرين أن يأخذوا من كتب الآخرين لإضاحه وإكمال ما نقص فيه معنا كالمعتاد الأخ وحيد أخ وحيد أهلا وسهلا بك أهلا بك يا فدوى وأهلا بكل الأحباء المشاهدين في كل مكان في العالم واليوم ملايين المشاهدين حول العالم اللي بيشاهدون النهاردة في منهم فعلا ملايين بيبدأوا صوم صوم المقدس نقول للكل كل سنة وانتوا طيبين وإن شاء الله صوم ترافقوا التوبة والصلاة صلوا من أجلنا والربي بارك حياتكم وتعيشوا لكل سنة آمين كل سنة وانتوا طيبين لكل المشاهدين وحيد موضوعنا تدبير الخلاص في المسيحية بس قبل ما ندخل في الموضوع يعني كان عندنا جزئية الأسبوع اللي فات ما اكتملت هي المكتوب احنا شفنا إله الإسلام في الحلقة اللي فاتت أراد وكتب على ملايين ويمكن مليارات من البشر صحيح يعني أنهم يعيشوا ويموتوا كفار ومشركين شاءوا أم أب صحيح وانت وضحت من خلال الآيات اللي انت سوقتها كيف أنه كتب عليهم الشركة مثلا وانه دي إرادته فلو تسمح في البداية عشان المشاهدين يكونوا معنا ناخد الآيات بتاعت الأسبوع اللي فات وندخل في الموضوع بكل سرور إذن نتذكير للأحباء المشاهدين كنا تكلمنا الأسبوع السابق عن أنه إله القرآن هو الذي يشاء الشرك أو الكفر أو الخطايا المختلفة على البشر أنا حافكر بس بذكر تذكير ببعض النصوص التي أخذناها لأسبوع السابق وأبدأ بسورة الأنعام 107 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٌ فالكلام واضح لو شاء الله ما أشرك لو هو عاوز ما كانوش أشرك بس هو عاوز في سورة الإنسان 30 وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَا تَشَاءُونَ مَوضوعا مش بإيدكم إلا أن يشاء الله وحينما رجعنا إلى التفاسير وجدت في تفسير الطبري وَمَا تَشَاءُونَ اتْتِخَاذ السَّبِيلِ إلى ربكم أيها الناس إلا أن يشاء الله لأن الأمر إليه لا إليكم وآخر نص في سورة الأنعام 111 ونص فعلا واضح وغريب جدا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمْ أَلْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمُهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ يعني بيخاطف في النص دار رسول الإسلام ويقول له أنت ليس عليك أي إشكالية أنت ممتاز أنت كويس أنت بلغت الرسالة المشكلة فيها أنا أنا لو حشرت لهم الموت لو بعدت لهم ملايكة ولو حشرتهم ولو أقمت لهم الموت ليتكلموا معهم مش هيؤمنوا ليه لأن أنا مش عايز فالمشكلة عندي أنا حتى لا أفهم خطأ ولا يحق لي أصلا كرجل لا أؤمن بالقرآن أن أفسر القرآن فرجعت إلى تفسير القرآن فوجدت في الطبري يحسبون أن الإيمان إليهم والكفر بأيديهم متى شاء آمنوا ومتى شاء كفروا وليس ذلك كذلك ذلك بيدي لا يؤمن منهم إلا من هديت له فوفقت ولا يكفر إلا من خذلت عن الرشد فأطللت إذن إحنا أمام نصوص واضحة قرآن وتفسير تقول أن إله القرآن إله المسلمين هو الذي فرضا وكتب هذا الشرك وهذا الكفر على البعض من أو ربما الأكثر الكثير من الناس في هذا الوجود وبالتالي إذا كان شيء مكتوب على البشر اللي هي حق لإله الإسلام أن يحاسب شخص بعد ذلك أنت كاتب فبتحاسب الناس ليه طيب أنا عندي أشاركك برضو بآية يعني إحنا شفنا أن كل الآيات دي خاصة بالكفر والشرك صحيح غير الخطايا الأخرى طبعا هنتعرض لها بعد شوية في سورة النساء 116 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك عايز أكسم الآية دي بعد إذنك لجسمين الجزء الأول لا يغفر أن يشرك به إحنا عندنا الشرك زي ما شفناه بحسب العقيدة الإسلامية هو أكبر الكبائر صحيح والشرك الله كتب على البشر الله أراد أنه البشر يشركه والشرك زي ما شفنا في الآية لا يغفر الله أن يشرك به يبقى الله لا يغفر الشرك صحيح طيب إحنا عندنا آدم أشرك زي ما شفنا في الحلقات بتاعة شرك آدم طيب وضع آدم إيه بالنسبة للآية دي الله لا يغفر أن يشرك به أنا أعتقد حتى لو إحنا ومن يشرك بالله فقد ظل ضلالا بعيدا إذن النتيجة الطبيعية من النصوص القرآنية المشرك ده ظل ضلالا بعيدا وأنا عندي هنا كذا موضوع بالمناسبة يعني في البداية في الخطيئة الأولى في الجنة آدم لما عصى وأنا أتكلم هنا إسلاميا يقول القرآن إن رب اشتباه وهداه بعد أن اشتباه قربه واصطفاه وهداه هداية الله لم تنفع فآدم خرج من الجنة وأشرك إذا ما قيمت هداية الله وما قيمت أن الله اصطفى وقربه لم تعد لها قيمة مع أنه هدايته على إيد الله نفسه مش على إيد نبي أو رسول يعني المفروض تكون أقوى خلاص دي مش بس أقوى دي النهائية اللي ما فيش بعدها ضلال بعد كده إذا كان الله هداه فكيف يضل بعد ذلك ويشرك خارج الجنة فما عدت لها قيمة فإذا من واقع القرآن أن آدم المشرك ضل ضلالا بعيدا وبعد كده نفاجأ أنه بعد كده أصبح نبي طيب كيف هذا النبي الضال المشرك اللي ضل ضلالا بعيدا يصلح أن يكون في هذا المقام مقام النبوة وإنت أساسا بتعصم الأنبياء من الخطأ نعم طيب بالنسبة لمعصية آدم أنت ذكرت معصية آدم بالنسبة للمسلمين صنفوا خطية آدم أو معصية آدم إنها من الصغائر يعني درجة للشعار الزائف بتاع عصمة الأنبياء وإحنا شايفين ما فيش عصمة الأنبياء لكن صنفوها من الصغائر آدم صنف خطيته إنها من الصغائر ولا من الكبائر بالمناسبة آدم ضرب هذه النظرية تماما يعني آدم القرآني ضرب نظرية القرآن في إنه في صغائر وفي كبائر ضرب العقيدة الإسلامية في هذا الاتجاه يعني كمان دي أصبحت شعار طبعا شعار الإسلام مع احترامي للأحباء المسلمين هو عبارة عن مجموعة شعارات ويمكن أن نفند هذه الشعارات في مرة من المرات ونجدها من الداخل فارغة لا تحتوي على المضمون الذي يجب أن يحتويه الشعار الآن بالنسبة إلى آدم آدم ذكر بلسانه في القرآن فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين أي الهالكين هذا تفسير القرآن الهالكين من الذي فعله آدم؟ آدم لم يفعل فاحشة آدم لم يفعل كبيرة آدم بالتصنيف الإسلامي فعل حاجة صغيرة يعني أكل من الشجرة فهل الأكل من الشجرة يستدعي هلاك آدم هلاكا أبديا في جهنم؟ خاسر فإذن آدم آدم في القرآن يقر ويعترف أنه لا يوجد شيء كبير ويوجد شيء صغير هذه الصغيرة التي اقترفتها ستجعني من الهالكين إن لم يرحمنا الله طيب و هي إذا كانت كبيرة أو كانت صغيرة خطية كبيرة أو خطية صغيرة مكتوبة على آدم وبالتالي مكتوبة على أي إن كانت مكتوبة على آدم فبالأول مكتوبة على كل البشر صحيح يبقى هي مكتوبة على آدم وآدم نفسه حاجة في هذا الاتجاه يعني آدم مشيحنا قرأنا الأسبوع السابق تكلم مع إلهه وقال له هل الخطية لنا ارتكبتها؟ نعم أكلي من الجنة هل هي أنا ابتدعتها من نفسه ولا أنت كاتب علي؟ فقال له لا أنا كتبتها والله أقر أقر أي أنا كتبت نعم فقال له كما كتبتها امحاها يعني خلاص اغفرها ورسول الإسلام عند حديث صحيح علم بهذا الأمر حينما قدم المحاججة بين آدم وبين موسى وكيف آدم حاج موسى وموسى حاج آدم حينما قالوا أنت مش كتبت الألواح وجدتني أخطأت موجود فعصى آدم ربه فغوا قال له نعم قال له إذن يعني أنت بتلومني على خطيئة كتبها علي إلهي قبل أن أخلق بأربعين سنة هذا هو الإسلام نحن نقرأ أمهات الكتب والنصوص الإسلامية المعتمدة طيب أجي للجزء الثاني يغفر ما دون ذلك نعم أي هو ما دون ذلك أي خطيئة في هذا الوجود حسب التصنيف الإسلامي هي ما دون الشرك أقل غير الشرك هي ما دون الشرك تعتبر الأقل يغفرها الله كل شيء كل الخطايا بدون استسلام ما دون الشرك تغفر لكن الشرك لا يغفر وده بالمناسبة هذه أيضا عبارة جوفاء لأنه طيب مش غفر لمشركين قريش لما أشركوا كانوا مشركين ودخلوا الإسلام غفر طيب لو في مسلم النهاردة أشرك وتاب ورجع ينفع يغفر له ينفع يغفر له طيب ما قيمة هذا النص إذن إذن هذا النص لا يمكن أن يعالج إلا في يوم القيامة إذا مات مشركا هنا لا يغفر له ولكن إن مات زانيا وقاتلا وسارقا وكل الفواحش والكبائر طالما هو من أمة محمد فيغفر له هذا هو الإسلام أيضا وأنا ببدع الأحباء المشاهدين إن كنت أنا أتكلم خطأ يعني أرجو أن تشاركونا واتصلوا وكلموني وأنا أتعلم أنا ليس لدي أي منع أن أتعلم من كل شخص على الإطلاق طيب الخطايا اللي هي ما دون الشرك بكبيرها وصغيرها هل هي مكتوبة برضو على الإنسان؟ إسلاميا طبعا إسلاميا كل شيء مكتوب كل الفواحش اللي بيصنع الإنسان مكتوبة ومقدرة عليه من الله وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه من الذي يجب أن يحاسب؟ العبد؟ الذي ارتكب الفاحشة؟ أم إله الذي كتبها عليه وهو يجب أن يفعلها؟ ما هو حنعمل زي آدم حنحاجج الله ونحاسبه طيب أليس له الحق آدم؟ آدم فعلها في الإسلام وفي الحديث الذي قرأناه الأسبوع السابق في التفسير وقف وحاجج الله لكن أنا أريد أن أقدم تعليم رسول الإسلام في صحيح البخاري عن جزئية بخصوص المكتوب بخصوص المكتوب نعم في الموضوع بتاعنا في صحيح البخاري في كتاب الاستئذان في باب زن الجوارح دون الفرج عن رسول الله عن النبي قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنة خلوا بالكم من اللي كتب؟ الله كتب على مين؟ على ابن آدم حظه يعني نصيبه من فين من الزنة الكارثة أدرك ذلك لا محل يعني ابن آدم ده أدرك فعل هذا الزنة لا محل ما فيش طريقة على الإطلاق فزن العين النظر وزن اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه الآن أمامنا هذا التعليم الإسلامي من رسول الإسلام شخصيا يقول أن الله كتب على البشر على ابن آدم البشر حظه من الزنة نصيبه من الزنة أدرك ذلك لا محل هيعمله هيعمله مشاء الله كاتبه مهما كنت عفيفه مهما حاولت هو مكتوب عليك هاتمشي منه فين أدرك ذلك لا محل وبعدين يقدم مقدمات الزنة النظر اللسان يتكلم بلسانه وبعد كده النفس اللي بتشتهي وبعد كده لو كان هناك الزنة فعلي فخلاص يصبح كل هذه تسمى الزنة لكن إن لم يكن هناك الزنة فعلي فهذه تسمى لمم كما هو معروف في الإسلام وفي هذا الحديث أيضا واللمم من الصغائر طبعا اللمم من صغائر الخطايا ليس من الكبير طيب أنا لفت نظري هو كل ابن آدم أو كتب على ابن آدم من غير استثناء لا لرسول ولا لنبي ولا لأي حاجة تمام يعني كل ابن آدم كل بني آدم كل البشر مكتوب عليهم حظهم من الزنة تمام طيب برضو بنصطدم بعسمة الأنبياء صحيح طيب حظهم من الزنة هل بعدد معين؟ أنت قبل ما أدخل حد ديم عليش نذكرتيني بحديث لرسول الإسلام أن كل مولود يطعن الشيطان في جنبه فيستهله صارخا عدا عيسى بن مريم حينما أراد أن يطعن فطعن في الحجاب دا المستثنى دا المستثنى الوحيد من طعن إبليس من سم إبليس لم يستثنى الأنبياء ولم يستثنى نفسه استثنى فقط عيسى بن مريم لماذا استثنى رسول الإسلام عيسى بن مريم الوحيد في كل التاريخ البشري من قدرة الشيطان أن يطعن هذا هو المستثنى أما الأنبياء لم يستثنوا على الإطلاق ما عليش عفوا نرجعا إلى سؤالك حظهم من الزنة يعني حظ الإنسان من الزنة مش مرة عدد المرات صحيح كم مرة؟ ما فيش يعني شيء محدد لا يوجد عدد لا يوجد رقم كل ما ارتكبه من الزنة من فواحش خلينا نعمل من الموضوع فهي مكتوبة عليه وهو النصيب الذي كتبه عليه إله فحيهرب منه فين ده المنطقة الإسلامية طيب بالنسبة للمكتوب في المسيحية يعني هل كتب إله المسيحية على البشر أنهم يشركوا يكفروا ودي طبعا ده هو خطية الخطايا بحسب أو كبيرة الكبائر خلينا نقول فهل إله المسيحية كتب نفس الشيء على المسيحيين ولا عنده رأي تاني إرادة تانية لا الموضوع في الكتاب المقدس مختلف تماما احنا في الكتاب المقدس أو في العقيدة المسيحية في ثلاث أمور بنفرق بين بين علم الله وإرادة الله وسماح الله فعلم الله ده علم مطلق علم مطلق بكل كبيرة وكل صغيرة قبل خلقة الإنسان في الأزل بملايين السنين يعرف كل دقيقة من دقائق الأرض كل إنسان هيأكل وحيشرب وحيولد وهيموت وما الكلمة التي سيتكلم بها في أي مكان في أي ليل أو نهار على الإطلاق معرفة مطلقة دودا لتحت الحجر يعرف الله متى ستخرج للحياة وكيف ومتى ستأكل وماذا ستأكل وكيف ستموت أقول هذا الكلام لأعرف الأحباء المسلمين أن عندنا علم الله علم مطلق نأتي إلى إرادة الله إرادة الله الله دائما في عقيدة الكتاب المقدس وحينما أقول عقيدة الكتاب المقدس أعني اليهود والمسيحيين دائما إرادة خير إرادة خير سماح الله يسمح لي أن أنا أختار أنا خلقتك حر كائن عاقل أعطيتك حرية وإرادة وعقل فأنت كائن عاقل مريد حر ما الذي تريد أن تفعله أنا أريد أن أختار الشر براحتك بس ده فيه عقاب لا يمنعني ولكن يسمح لهذه الحرية أن تمارس دورها فأختار الشر فهذا سماح الله يعني خلينا أوضح بالمفهوم اللي إحنا بنعرفه بالقانون الوضعي يعني النهاردة أنا لو سائجة عربية وقدام الإشارة حمراء لي أن أنا أكثر الإشارة وأمشي بإرادة أنا أكثر بس فيه العقاب لها مزبور وأنا لو عاوز أحترم القانون هاحترمه تمام ده الفرق بين الإرادة والسماح صحيح وفيه جزئي أنا دائما أحب يعني أشير لها للأحباء المسيحيين في الخدمة أنه دائما فيه ناس كتير خلينا يمكن كلمة دائما مش دقيقة بتمسك المنظر بالمقلوب وكل الأحباء المسلمين مع احترامي ليهم مسكين المنظر بالمقلوب وعدد كبير من المسيحيين إزاي المنظر بيمسكوه كده طالما الأمر في علم الله يبقى لازم حيحصل حيحصل مثلا وحيد حيتكلم النهاردة في البرنامج ده ده في علم الله في الأزل طالما هو في علم الله يبقى وحيد حيتكلم في البرنامج حيتكلم في البرنامج أدرك ذلك لا محل ده المنظر المقلوب بإرادته أو غصب عنه هو حيتكلم تمام نقلب المنظر المنظر لابد أنه يقلب حنمسك الموضوع كده طالما وحيد حيتكلم في البرنامج يبقى ده موجود في علم الله ده فرق كبير جدا طالما الأمر ده سيحدث هو موجود في علم الله لو واحد كان سيتكلم في البرنامج وبعدين غير رأيه سيكون في علم الله أنه كان سيتكلم ولكنه غير رأيه فعلم الله ليس عليه جديد هذه هي الفكرة السليمة علينا أن نعرف أن كل شيء في علم الله ولكنه لا يدفع الأمور عشان يحرك يعني أدي لك مثل أستاذ ومعه طلبة وهو شايف مستوى الطلبة فقال لواحد من التلاميذ لو أنت استمرت بالمستوى التاعك ده مش هتنجح ده استنتاج ده علم خلينا نحطه بين قوسين علمه هو مش علم هو استنتاج أو تخمين جل امتحان آخر السنة والأستاذ صحح وما ظلمش الطالب والطالب سقط رسب الأستاذ لم يدفعوا للرسوب لكن كان علم الأستاذ يعرف أنه لو استمر بهذا المستوى حيسقط في الامتحة حيرسم فإذا ظل علم الأستاذ مجرد مجرد يعني ما تدخلش أنه يسقط والنتيجة أنه سقط طيب لو التلميذ حسن وضعه الأستاذ قال له لو حسنت وضعك حتنجح ده في استنتاج الأستاذ لو حسن وضعه هينجح في الامتحان بالمقارنة طبعا يعني المفارقة عفوا مع علم الله اللامحدود فالله يعلم كل شيء بكل صغيرة وبكل كبيرة فطالما الأمر سيقع هو في علمه ولكنه لا يدفعنا لارتكاب الشر لا يدفعني لأكون مشرك لا يدفعني لأكون كافر وإلا لو كان هذا الإله هكذا فما استحق أن يكون إلها ولا ربا يحاسب البشر وأنا بأن قوسين ليس وحيد كبشر من سيحاسب هذا الإله طبعا هذا الإله الوامي الذي لا وجود له لأن إلهنا الذي خلقنا عادل ومحب ويريد خلاص الناس طيب يعني إحنا خدنا عشان بس نكون منصفين إحنا خدنا آيات من القرآن عشان نثبت أنه الإله بيدفع الناس أو كاتب عليهم أو إرادته لهم أنهم يشركوا أو يكفروا صحيح يعني عايزين كمان آيات من الكتاب المقدس تبين إرادة الله هل هي إرادة خير ولا إرادة شر بكل صحيح كتاب المقدس أصلا يعني كما سمى أحدهم أنه الكتاب المقدس هو فعلا كتاب مقدس مقدس بالخلاص ومقدس بقيم المحبة ومقدس بالرجاء فأنا سأعطيه من هذا المقدس المقدس سأعطيه البعض في إرمياء ثلاثة اثنين وعشرين وده في العهد القديم يقول الرب ارجعوا ارجعوا أيها البنون العصا فأشفي عصيانكم ماذا يقول العبد ها قد أتينا إليك لأنك أنت الرب إلى هنا الرب هنا بتكلم مع مين مش مع ناس كويسين بتكلم مع عصا المفروض دول منطقة الإسلام إله الإسلام دول عصا دول كفر دول الهلاك خلاص سيبهم لا هنا ما بيدعوا قديسين هنا بيدعوا عصا ارجعوا أنا عاوز حياتكم بلاش تهلكوا ننتقل إلى ما يعادل هذا تقريبا في المسيحية في بشارة القديس متى حداشر ثمانية عشرين ماذا يقول السيد المسيح له كل المجد يقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم دعوة تعالوا أنا عاوزكم أنا هريحكم أنت تعبان تعال إلي أنا دعوة حب دعوة عناية فهنا لو كان هذا الإله عاوز الناس يموتوا في شرككم خلص عصيان خلكم في عصيانكم تعبكم خليكم في تعبكم لا الأمر بش كده لا ويقتلهم بشركهم وكفرهم يعني هما بيقتلوا هما كفار ومشركين مش بيدين فرصة صحيح أحب أكمل برضو في حسقيال 18 شوفوا الكلام الرائع ده كلام بوجهه للمسيحيين والمسلمين ألمسرة أسروا الله بيتكلم بموت الشرير يقول السيد الرب ألا برجوعه عن طرقه لأنه لا أسر بموت من يموت يقول السيد الرب فارجعوا وحيوا تعالوا أنا عايزكم ليكون عنديكم حياة بلاش تبعدوا بلاش تموتوا ارجعوا دي الإرادة الإلهية مش الإرادة الإلهية أنا الأشاء إنهم يشركوا إزاي تبقى أنت إله إذا هنا الإرادة الإلهية خيرة عاوز حياة الناس أكمل في تموسيوس الأولى 2-4 يقول عن الإرادة الإلهية الأساس الإلهي الذي يريد الذي هو الإله الحقيقي أن جميع الناس يخلصون وإلى ما عرفت الحق يقبلون عايز كل الناس يخلصون كل شخص مش عايز المسيحيين بس عايز كل الناس في كل العالم يخلصوا وإلى معرفة الحق يقبلوا طب يا رب دول فيه موسنيين فيه مناس بيكفروا بيك فيه مناس ملحدين أنا أحب الجميع لأني خالق الجميع أدي له فرصة لحد آخر لحظة في حياته لأني أحب خلاصه ده منطق الإله الحقيقي إنما يكتب علي الشرك إزاي بقى يكتب علي الشرك لا هذا المنطق لا وجود له إطلاقا في الكتاب المقدس أنا عندي آيتين حتى لا أطيل والكتاب المقدس مكدس بآيات الرجاء والنعمة نشكر المزيد نشكر الرب في بطرس الثانية ثلاثة تسعة شوف روعة الوحي الإلهي لا يطباط الرب عن وعده كما يحسب قوم الطباط لكنه يتأنى علينا أشكرك يا رب يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس مش عايز يهلكم بل أن يقبل الجميع إلى التوبة لا يشاء وهو لا يشاء أن يهلك أن يهلك أناس يعني فرق كبير بين الآية دي والآية اللي في القرآن إن أردنا أن نهلك طبعا فرق كبير جدا إن أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليهم القول فدمرناها تدميرا ده القرآن إذا أردنا إحنا هو عاوز الإله إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا هو اللي بيأمر متر فيها الناس الأغنياء ففسقوا فيها بعد ما فسقوا فيها هنا بقى خلاصنا لي الحق أني أدمرها تدميرا طب أنت اللي أمرت وأنت اللي أردت فكيف تدمرها طب أسألك سؤال هنا يعني إن كان دعم لله عملوا الهلاك والتدمير والقتل وكفر الناس أنهم يكفروا ويشرقوا طب عمل الشيطان إيه الصراحة ده سؤال صعب أنا لا أستطيع أن أجيب عليه فعلا يعني مقارنة في المحلة إذا كان ده فعلا عمل الله يعاوز هلاك الناس وعايز كفرهم ويكتب عليهم الشرك ويكتب عليهم الخطايا من الزنا وحظه من الزنا طب فعلا ما للشيطان بيعمل إيه ده الشيطان ما يقدر يكتب علي أنا الشيطان أيها الأحباء المسلمين ليس لديه القدرة أن يكتب على أي بشر أنه يزني ولا يقتل ولا يشرك ولا يكفر فكيف إله القرآن المفروض أنه صالح وبار هو الذي يكتب الزنا والشر والكفر والشرك على الناس ويجي بعد كده حاسبهم أنا عندي آخر آية خلص إذن إحنا وصلنا لبطرس الثانية ثلاثة بنشوف هنا في رؤية ثلاثة عشرين القمة بقى ها أنا زواقف على الباب وأقرع بيخبط الباب إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي يعني إيه الكلام ده يعني مش بس أنا بدعوك وبقولك تعالى وإرادتي خير ليك مش أنا بس بدعوك وبقولك تعالي الإيمان وحيا ده أنا اللي بروح لك أنا اللي واقف على باب قلبك وأقرع فلو سمعت لو سمعت لو سمعت افتح عشان أدخل معك ويصبح هناك خلاص وهنا ما فيش إقحام يعني الله لا يقحم ذاته داخل الإنسان أو في إيمان الإنسان صحيح يعني مش غصبا عنك أنت تؤمن تمام معكس هناك أنه غصبا عنك تكفر صحيح لأنه مكتوب عليك لأنه مكتوب عليك تمام بس إرادتك أنا سأخبطه زي ما عايز عاوز تفتح افتح وأنا سأدخل هذا هو الإله الرائع الذي يحترم حرية الإنسان وإرادته لا يقتحم حريتنا لا يقتحم حياتنا هو يقف ويقرع أنا إذا أحبطت أن أقبل هذا الإيمان أقبله ولكن إن رفضته ارفضه براحتك أنا لن أقحم نفسي لأن الله لا يريد أن يكون في قلب لا يحبه ولهذا أنا أستغرب عن رسول الإسلام والمنهج كيف رفع سيفه لكيما يدخل الناس إلى دين الله أفواجه وكيف كان يؤتى بالناس وهم في السلاسل اللي يدخلوا الإسلام ويعتنقوا الإسلام كيف وهم ناس رافضين الإسلام وده يعني عكس طب ماهو ده كمان عكس الآيات يعني عكس إرادة الله إرادة الله بالكفر صحيح للإنسان أنه يكفر طب وانت بتجيبهم بالسلاسل الغصبين عنكم تؤمنوا إيه المفارقات هو منطق منطق يتماشى مع الفكرة الأساسية أنه هو الكاتب كل شيء فبالتالي هو الذي يعني يحق له أن يأمر بالشرك والكفر والزنا والقتل وكل شيء ويأمر حتى بالإيمان يعني اللي عايزه يؤمن برضه يؤمر ويكتب عليه أنه يؤمن طيب خلينا أذكر الأحباء المشاهدين نحن في انتظار مشاركاتكم وبعد شوية هنبتدي ناخد مداخلاتكم ومكالماتكم وبشجع الأحباء أن يبعثوا لنا إيميالات يشاركونا في الموضوع لأنه مش عايزين نبقى إحنا الوحدين يعني أنتو إحنا ندخل لموضوع الحلقة نعم تدبير الخلاص عايزة أعرف متى دبر الله الخلاص للإنسان بالنسبة لعقيدة الكتاب المقدس زي ما أنا ذكرت من شوية لا جديد على الله الإنسان عنده ماضي وعنده حاضر وعنده مستقبل الله ليس كذلك الله كل شيء أمامه لا ليوماضي ولا حاضر ولا مستقبل الله كل شيء حاضر أمامه الآن فخطة الخلاص ليس شيء جديد استجدى على الله شيء تفاجأ به الله إحنا هنعمل إيدا الإنسان هلك ده آدم سقط لا كله معدود في خطة الله في زهنه في علمه السابق الأزلي ولذلك الكتاب المقدس واضح في هذه الجزئية أن هذا الخلاص المدبر هو تدبير إلهي دبّر في الأزل ومعروفا سابقا قبل تأسيس العالم وأحب أقدم نصوص في هذا الأمر من كتابنا المقدس المقدس بالشواهد الرائعة في بطرس الأولى 1.18 إلى 20 يقول العالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الأباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم ولكن قد أظهر في الأزمنة الأخيرة من أجلكم دم المسيح معروف سابقا قبل تأسيس العالم موضوع في الخطة الإلهية الرائعة لخلاص الإنسان ليس شيء جديد على الله فإذن الموضوع سؤالك متى دبر الخلاص؟ الخلاص مدبر منذ الأسل معروف في ذهن الله وهناك نصوص أخرى مثلا في رمية 16 25 و 26 يقول الكرازة بيسوع المسيح حسب إعلان السر الذي كان مكتوما في الأزمنة الأزلية لكنه موجود ولكن ظهر الآن وأعلم به جميع الأمم بالكتب النبوية حسب أمر الإله الأزلي لإطاعة الإيمان فهنا بنشوف أنه ده مكتوم كان في الأزمنة الأزلية موجود لكن لم يعلن هذا السر وكشف الله هذا الأمر تدريجيا من خلال الزبائح الحيوانية التي كانت تقدم إلى أن تبلور وتجلى هذا الأمر في شخص المسيح وبيلفت النظر هنا وأعلم به مين؟ جميع الأمم ليس اليهود ليس اليهود ليس المسيحيين لا آمنوا يعني كل الأمم أنا ليس يهودي فسأنا آمنت بالمسيح لأنني أنا من الأمم فإذن هذا الخلاص لكل الأمم ومعروف قبل تأسيس العالم في تموساوس الثانية وأنا مش هطول دي آخر آية لأنه آيات كثيرة بصراحة بمقتضى القصد والنعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية وإنما أظهرت الآن بظهور مخلصنا يسوع المسيح الذي أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل يبقى إذن هنا بيتكلم عن أنه النعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع دي معروفة قبل الأزمنة الأزلية أظهرت الآن في شخص المسيح كملت تبلورت في شخص المسيح فعودة إلى سؤالك متى دبر هذا الخلاص في الأزل الذي لا نعرف متى لأن الأزل ليس له في ذهننا وقت نحدد ونعرفه الله الأزل هو الذي يعرف طيب بالنسبة لآدم هل الخلاص ده أعلن لآدم أعلن في وقت تاني هو في وقت المسيح أمتى أعلن لآدم؟ بالنسبة لآدم أعلن هذا الأمر تماما لما جاء حاسب الحية والمرأة وآدم أعلن عن هذا الخلاص في سفر التكوين في نفس الأصحاح الذي كان في المحاسبة حينما جاء ليتكلم مع الحية قال هذا التعبير الوحي الإلهي في تكوين ثلاثة خمستاشر وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها هو يسحق رأسك وأنت تسحقين أعاقبه فإذا أعلن هذا الأمر لآدم وحواء أن نسل المرأة سيسحق رأس الحية وإحنا دي في الكتاب المقدس بنسميها بكرة النبوآت أول نبوء عن الخلاص عن هذا الخلاص الذي دبر في الأزل والآن يعلن في بداياته هي بنسميها بكرة النبوآت عن مجيء المخلص الربيع خلينا ناخد النبوة دي أو الآية دي ناخدها يعني واحدة واحدة إحنا أضع عداوة إحنا بنعرف أنه آدم بعد الخطيئة فقد سياته على كل الخليقة الحيونات الطيور حتى الطبيعة فقد سياته عليها تمردت عليه فأصبحت في نوع من العداوة بين آدم وحواء وبين الخليقة الثانية طيب ليه هنا خصص العداوة مع الحية بداية لأن الحية تم استخدامه كمعبر كجسر من خلاله يصل إلى الإنسان ولكن ليس المقصود الحية المقصود ما وراء الحية هو الشيطان الشيطان هنا المقصود بهذا الأمر والرب الإله أراد أن يصل إلى آدم بالمحسوس زي ما أنت آدم ونسلك عشان تقتل الحية تسحق رأسها وده الشيء الملموس قدامك أنا هعمل كده في الشيطان أنا أيضا سأسحق رأس الشيطان سأسحق رأس الحية وهذا ما فعله السيد المسيح حينما سحق الشيطان بالصليب فداس قوة الشيطان قوة الشيطان هي الموت هو الحاصل إيه الحاصل إنه الإنسان خالد جاء الشيطان سحب هذا الخلود سحب الخلود من آدم نعم وأصبحت قوة الشيطان في الموت هزم العالم كله بالموت جاء المسيح له كل المجد أخذ طبيعتنا فمات بهذه الطبيعة ليس اللاهوت وإنما الطبيعة البشرية مات بها ثم انتصر على الموت فقام فأعطانا قدرة القيامة على الموت أعطانا الانتصار على الموت بقيامته يعني زيما الشيطان سحب خلود آدم جاء المسيح وسحب الخلود ده ورجعوا آدم ورجعوا لآدم مرة أخرى وفي نفس المناسبة إحنا بنتكلم يعني الوعد بالخلاص في نفس المناسبة يسحق رأس الحياة يعني هأخذ منه سلطانه مرة أخرى هذا السلطان سلطان الموت وعلشان كذا في آية في رؤية عشرين اتنين بيتكلم ويقول فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس والشيطان يعني الحية القديمة ما كانتش هي الحية المادية هي المقصودة صحيح في حية مادية حيوان الحية موجود ولكن ما وراء الحية هو الشيطان الحية القديمة إبليس هذا الكتاب المقدس في روعة بفسر ذاته بذاته فإذن المقصود هنا الشيطان اللي هو سحق المسيح على الصليب ولذلك أنا بدعو الأحباء المسلمين فكروا جيدا في خلاصكم ولا تنتبهوا أو يعني تشردوا بعيدا عن هذا الخلاص بكلام هنا أو هناك أنت المسؤول أنت اللي عليك أنك أنت تبحث فأرجوك حياتك تستحق البحث حياتك تستحق أنك أنت تفتش عليها وتتعب عليها شوية الرب يبارك حياتكم طيب سحق سحق رأس الحية هو يسحق رأسك مقصود أن هو يسحق الموت المسيح يسحق الموت يسحب الموت صحيح ويسحق رأس الحية اللي هو الشيطان اللي هو الشيطان طيب تسحقين عقبه أنت تسحقين عقبه أي المقصود بها وطبعا الكنيسة هي جسد المسيح زي ما مكتوف في الكتاب المقدس أنه هو رأس الجسد عن المسيح فهناك من هذا الجسد من لا يريد أن يسمو مع المسيح ويريد أن يكون تحت جوار الأرض جوار الحياة بحياته فيكون قريب من الحياة التي تلدغه فهناك من جسد المسيح من ترك المسيح من ضل من ابتعد حتى المهرطقين هم كانوا ضمن جسد المسيح وهرطقوا ولدغتهم الحياة وما بيقوش موجودين تبع هذا الجسد فإذن بتلدغ عقبه هنا أيضا المقصود أمامك يا آدم الحياة بتلدغ أقدامك تحت لكن الشيطان هو بيلدغ أيضا في هذا الجسد في الكنيسة فيأخذ بعض الذين لم ينتبهوا لحياتهم ما كانتش حياتهم الأبدية بتمثلهم الهم الأساسي والأكبر تهاونوا اقتنعوا بأفكار معينة وبالتالي تضلوا عن الطريق طيب إحنا ليه نفسر النبوة دي على أنها نبوة عن المسيح ممكن يكون الكلام عن نسل الحياة أولادها ونسل المرأة أولاد المرأة ليه المسيح هو بالنسبة إلى ليه نحنا بنفسرها هو طبعا بداية الموضوع وقل لآدم وحواء وهما فهموا كده فهموا النبوة على أنه ده المسيح طبعا فهموا أنه ده هو المخلص وعلشان كده حوى أول ما ولدت أول ابن لها سمته قاين وقاين أو قاين معناها اقتنيت رجلا هو الرب أو اقتنيت رجلا من الرب فالاثنين صح فكانوا اعتقدوا أن ده هو المخلص اللي بسرعة سيرجعوا مرة أخرى إلى الجنة ويرجع لهم الخلود فهموا الرسالة سلموا بقى الرسالة دي جيل بعد جيل ولذلك كانت هذه النبوة هي محور كل النبوات بعد كده اللي جاءت في الكتاب المقدس في العهد القديم بعد كده تعبير النسل كلمة النسل حينما تأتي هكذا النسل بالمفرد في إطار نبوي أنا بتكلم في إطار نبوي تشير إلى شخص المسيح على طول وعندنا قرينة كتابية بهذا الأمر فمثلا في غلاطية 3-16 يعني ما عليش بعد إذنك فضل يعني نسل المرأة هنا المقصود اللي حيولد من امرأة صحيح بدون أب صحيح مش النسل يعني الأولاد اللي هينجبوهم آدم وحاوة صحيح كويس أنه أنت فكرتين بالجزئية دي هنا من إمتى الرجل بينسب لأمه من إمتى المولود إذا كان ذكر ولا أنسة بنقول فلان ابن فلانة ما فيش ولا في أي عرف كل الأعراف البشرية بتقول فلان ابن فلان ما عدا المسيح قيل عنه نسل المرأة نسل المرأة نسل المرأة ليه نسل المرأة لأنه ما عندهش أب من البشر نعم فالمفروض ودول إحنا بنتكلم عن أول اتنين أول اتنين آدم وحاوة كان مفروض البشر يتعلموا بعد كده بعديهم طالما المولود حيسمى نسل المرأة إحنا يبدأ نسمي أولادنا بعد كده بالمرأة فلان ابن فلانة ما حصلش ما اقتدوش بآدم وحاوة لا ابتدوا يسموا فلان ابن فلان مع أنه أول نبوءة عن أول شخص حيكون اسمه نسل المرأة المفروض يسموا الناس باسم المرأة لا تسموا باسم الأب ليتفرد المسيح وحده له كل المجد بأنه نسل المرأة فقط لأنه ليس له أب من البشر وحينما تأتي كلمة نسل وده السؤال بتاعي منفردة لوحدها في إطار نبوي هي تشر للمسيح لا تشر إلى الأنسال الأنسال يعني الأولاد مجموع كل الأولاد صحيح وده عندنا قرينة في الكتاب المقدس تفسر هذا الأمر في غلاطية 3-16 بيقول كده وأما المواعيد الوحي الإلهي يقول وأما المواعيد فقيلت في إبراهيم وفي نسله هذا إطار نبوي لا يقول وفي الأنسال اللي هي جمع النسل كأنه عن كثيرين بل كأنه عن واحد واحد بس وفي نسلك الذي هو أهل المسيح له كل المجد احنا بنعرف أنه أبونا إبراهيم عنده تمانية أولاد نعم أبونا إبراهيم عنده إسماعيل من هاجر وعنده إسحاق من سارة وعنده ستة من قطورة كان المفروض الوعد يكون لإبراهيم في أنسالك تتبارك جميع أمم الأرض في أحفادك كما هي في العبرية لا جات في نسلك وحينما فسر الوحي مش واحد جاي يفسر الوحي الإلهي فسر كلمة نسلك قيل نسلك واحد الذي هو المسيح فحينما نرجع إلى حواء أنه عداوة بين نسلك ونسلها فنسلك بالمفرد الذي هو المسيح القادر وحده أن يسحق رأس الحياة ليه؟ لأن كل ابن آدم طعن الشيطان في جنبه كل الأنبياء معدى المسيح الذي لم يطعن الشيطان في جنبه ليه؟ الوحيد الذي بلا خطية الوحيد الذي لم يرتكب خطية ولا وصلت إليه الخطية الأصلية وجل من لا يخطئ الذي هو الله نعم طيب خليني بعد إذنك أخذ بعض المكالمات عبدالهادي من العراق ألو السلام عليكم سلام ونعمة تفضل تحياتي لك والأخ وحيد دعلم بك عبدالهادي مرحب بك عزيزي أنا أبارك جهودكم الحقيقة أنا متابع لبرنامج شبهات وردود وبرنامج الدليل وأبارك جهودكم في نشر نور المسيح على الإنسانية شكرا أنا ليه سؤال واحد الحقيقة أقدمه للمسلمين أنا عادر أنا أكون مسلم أنا لسه كنت أحسألك يا أخ عبدالهادي أنا لسه كنت أحسألك يعني ممكن في دقيقة واحدة بس تقول لنا ما هي النقطة التي جعلتك تقبل المسيح فادي ومخلص لك قبل سؤالك الحقيقة أنا من عائلة شيعية متعصبة للإثنان عشرية ولكن بعد ما درست التاريخ العربي والعربي الإسلامي وتعمق بدرات تكشفت لي حقاق كثيرة واتجهت إلى اللا دينية في الحقيقة ولكن بعد اتصال بعد متابعتي لقناة الحياة في برنامج ما يقدم الأبونا زكريا والأخ رشيد برنامج سؤال جريع وبرنامجكم شبهات مزود الحقيقة أصبحت لي قناعات أخرى وبعد اتصالي مع الأخ نزار أنا الحقيقة بمساعدة حصلت على الخلاص مبروك عليك نور المسيح يا أستاذ عبدالهادي سؤالك بقى للأحباء المسلمين شكرا شكرا أنا أريد الحقيقة أقدم سؤال للأخوة المسلمين يعني إذا كان رب الإسلام قد كتب على عبادة جميع أعمالهم وأنهم يؤدوها لا محالة السؤال لماذا بعث محمد ولماذا راحة الجنة والنار هذا السؤال ريد لإجابة من أخواننا المسلمين وشكرا شكرا 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 يا عبدالهادي كمال من مصر ألو المشاء الخير المشاء النور تفضل أختي أخويا وحيد سلام المسيح معكم الله يبارك خدمتكم الله يبارك خدمتكم نور أنا أعز أقول ملحوظة صغيرة لإخوات المسلمين يعني ربنا إدانا نعمة من أغلى وأقيم النعم وهي العقل عشان نستخدمه ونفكر إزاي أنا أقبل أن أعبد إله اللي بيكلم عنه الإسلام إله ظالم ومستبد يكتب علي الشر والخطية وبعد كده حسبني وإله هوائي يعني حسب مزاجه يعز من يشاء ويعزل من يشاء ده يعني أكبر سبب لتخييب العقل وده العمله محمد والشيوخ التابعين دي في نفس الوقت يعني لو ربنا بالطريقة دي يبقى ما نزعلش بقى من الرؤساء العرب زي حسن مبارك والقذافي اللي بيزلوا الناس اللي كان ربهم بيعمل كده ليجي بقى نشوف الكتاب المؤدس بيقول لنا استخدموا العقل يقول تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة فأنا بطالب كل أخ مسلم أنه يستخدم العقل حاجة تانية يا أخي وحيد فضل أرجوك توضح نقطة لأن بعض المسلمين سواء اللي بيسمعوا برنامج حضرتك أو اللي بتكلم معاهم في موضوع الخطية الأولى بتاعت آدم أنه هم فاكرين المشكلة في عمل فعل معين أنه كان من الشجرة لكن أنا عايز حضرتك توضح أن الطبيعة البشرية فسدت إحنا عندينا يا أستاذ كمال أستاذ كمال الحلقة اللي جاية أو اللي بعديها هو موضوعنا الخطية الجدية كلها في الإسلام والمسيحية بالمناسبة أنا بشكرك أنك متابع معنا وهيكون الموضوع مشبع بنعمة المسيح للطرفين يعني أحب أعرف رأي حضرتك ورأي علماء المسلمين أن كل القصص في القرآن سواء قصة آدم نوح إبراهيم كل قصص الأنبياء موجودة في أكتر من صورة موجودة على بعضيها مثلا في حصة واحدة وفي نفس الوقت في اختلافات مكان لمكان إيه السبب أو إيه تفسيرهم كده السؤال الأخير أنت كنت أعلنتم أن هتقولوا إمتى يعاد البرنامج لغادي الوقت إحنا مش عارفين هل بيعد وبيعد إمتى ولا لسه ما تقررش شكرا شكرا أخي وحيد حاضر بالنسبة للإعادة أنا هأطلب من الأحباء في الإخراج يساعدونا وبعد شوية أرد عليك أتفضلي رب العالم هو على الموقع بتاع قناة الحياة هتلاقي مكتوبة الإعادات إمتى شكرا أو الحياة ضد تيفي شكرا لك يا أخ كمال نأخذ يوسف من هولندا ألو مساء الخير مساء النور مساء النور الأخ وحيد والأخت الزادر أتفضل السؤال أستاذ يوسف أستاذ يوسف أستاذ يوسف ممكن تقرأ لي الآية 16 لو سمح الآية بالضبط الآية رقم 16 16 16 أنا عارف في رومية 9 أقرأ لي 16 إذن ليس لمن يجي إشاء ولا لمن يسعر بل الله الذي يرحم ممتاز ما هي الرحمة سواني سواني في الكتاب المقدس ما هي الرحمة في الكتاب المقدس أفرح ما ما قرأت الله يعني يتهم واحد يعني يأخذ من حضرتك مسلم ولا مسيحي يا أستاذ يوسف يعني مسيح طيب رحمة الله تجلت في المسيح دي هي رحمة الله إذن المسيح أعلن للعالم رحمة وقدم ذاته على عوض الصليب وبعد كده أعطى هذا الخلاص ولك أن تقبل أو ترفض فإذن ليس لمن يسعى ولا لمن يشاء بدون رحمة المسيح رحمة الله ما لكش خلاص لكن في المسيح وعشان كده أنا طلبت منك الآية 16 تحديدا لأن فيها الرحمة طيب فيه رسول بوليس برد يقول ويحي أنا الإنسان الشقي من ينقذني من جسد هذا المواد طيب إذا كان الرسول إذا كان هذا الرسول يقول كده أنا أقول يا أخونا بص يا محبوب بص يا محبوب أنا أنا إيه طيب أنت سألت السؤال بالنسبة إلى ما كتب في الوحي على لسان الرسل هناك ما يقصد به شخصه وهناك ما يقصد به يتكلم عن شخصه في معنى جماعة المؤمنين دي جزئية الجزئية التانية من الذي قال لك أننا كمسيحيين نؤمن أن بوليس ولا بطرس ولا يحن ولا غير معصومين من الخطأ مين دا اللي يقول كده نحن نؤمن أن الجميع يحتاج إلى الخلاص الجميع في جهاد روحي من خلال عمل روح الله القدوس الذي يعمل فينا فكما قال بوليس تقول أنت أيضا وحي أنا الإنسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت لأن كلنا نلبس هذا الجسد فعليك أن تصليك مصلى الآخرون وأن تطلب رحمة الله لكن هل عندنا عصمة إحنا في الكتاب المقدس أنه شخص مستثنى لا يوجد على الأطلاق شكرا لك يا أخي يوسف نأخذ محمد من ليبيا ألو ألو اتفضل ألو ألو أهلان أهلان اتفضل أهلان حبيبي محمد ربي باركك أهلان حبيبي محمد من ليبيا أخي واحد أنا عندي سؤال عندي سؤال للمشاهدين وكل ليه كل أخص وكل الناس تفضل لماذا لماذا المسيح يخدم يخدم الناس في الخطاء حاليا مثل أنا أنا كنت مسلم أنت كنت مسلم مؤمن بالقرآن مؤمن بالقرآن تقرأ القرآن موشب للقرآن جدا وللإسلام ونحن بعد فترة لما وصلت سن سن العرفاء جاء السيد نسيح لكل مجهور كرامة وكلمني عدة مرات لكي نؤمن به أمين وأمنت به في الخطاء لم يدري عني أي أحد حتى أمي ولا ولا أبي ولا وحكى مرأة هنا بعد ذلك لما فهمت الأمور منه وآمنت به صرت نبحث على الإنجيل اللي نقرأ نعرف التي حيين نعرف التي حيين ما في حيين عبدا مجدش نزلت لكنائي في طرابلوس في ليبيا منعوني ثلاثة مقدس ولا أي كلام حتى الكلام منعوه حاضر يا أخ محمد بص بص يا أخ محمد أنا أحب أن أقول لك كلمة تعزية في الوقت الذي رفضه فيك المسيحيون أتى إليك المسيح أنت عايزي أكثر من كده أنا عايز أعزيك اسمعني أنا عارف وجعتك وعارف أنت بتشكي من إيه وعارف أنت تعبان من إيه هما مش رفضوك عشان أنت وحش مش رفضوك عشان أنت إيمانك من الصح هما خايفين مش أكتر من كده خايفين من البطش الإسلامي خايفين من السيف الإسلامي خايفين من عدم احترام الحريات لأنه زي ما أنت كنت خايف من أبوك وأمك حتى زوجتك أنت ذكرت الآن لم تكلمها هما كمان خايفين من السيف الإسلامي الموجود اللي بيمنع الناس من أنهم يمارسوا حريتهم فزي ما أعطيت نفسك العزر أعطيهم أيضا العزر عزيزي لكن المفروض المفروض أنك تفرح أنه في هذا الوسط اللي رفضك فيه بعض المسيحيين جاء إليك المسيح خاصي سنتعرف بتذكرني بمين يا أستاذ محمد بتذكرني بالمولود استنى سواني ولكن سواني ولكن الرب يسوى المسيح أيو تفضل يكمل ولكن الرب يسوى المسيح تفضل نعم نحن فقدنا وانا كنت عايز أقول له لو بيسمعني من التلفزيون بيفكرني بالمولود أعمى اللي رفضوه أخرجوه خارج المجمع فذهب إليه المسيح له كل المجد خارج المجمع وقال له أتؤمن بابن الله فقال لهم من هو يا سيد قال له اللي بيكلمك فسجد فالمسيح أمين حتى وإن إحنا كنا غير أمناء جبناء خايفين لنا وضع معين إحنا ما بندين إش حد كلنا لو كنا في الظروف دي يمكن كنا عملنا كذا أكيد طيب إحنا محتاجين نطلع فاصل بعد إذنك يا أخوة حيد تفضل مشاهدين أخليكم معنا فاصل ونرجع لكم في الحلقات القادمة من برنامج الدليل تناقضات القرآن ولو كان من علم غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا هكذا حكم القرآن فهل سيصمد الخطيئة الجدية بين الإسلام والمسيحية هل هناك شيء اسمه توريس الخطيئة توريس الخطيئة تحريف مسيحي أم عقيدة إسلامية هذه المواضيع الهامة والحيوية تشاهدونها على قناة الحياة من خلال برنامجكم الجديد الدليل فترقبونا لا تنسوا الصوم والصلاة كل يوم أربعاء إن أحببتم أن تشاركونا توريس الخطيئة توريس الخطيئة كل حاجة من دماغي إلا الإسلام سق أن هناك استجابة إلهية أنا عندك دليل واضح يقول بأن الله لا يمكن أن يتجسد توريس الخطيئة لماذا بعسة كل الأنبياء طالما الله هو اللي بيخل الناس تشرك وتؤمن وتكفر وتزني ما في داعي للأنبياء ولا وعاظ ولا دعاء ولا مبشرين ولا أي شيء فالسؤال يعمم الأخ كمال من مصر تفريقي الآيات لأنه لما جمع القرآن لم يجمع ويوضع كل نص في مكانه الجمعات وكان في إشكالية في وضع النصوص في مكانها السليم أنا اتكلمت مع الأخ يوسف من هولندا وتكلمت مع الأخ محمد من ليبيا رب يبارك حياة الجمع دي المداخلات شكرا لنأخذ مكالمة ثانية كمال من أستراليا ألو صباحا خير صباحا خير أهلا أهلا عزيزي كمال مرحب بك مرحب بك السلام رب يسوعة يكون معاك تملي إذا كان في الإسلام بكل الشيء مكتوب بعد الزينة والسر الأخ طيب الناس اللي موجودة في التجون دي المقرود يطلعوها والأفكار للتجون للناس اللي معندها كانت بك اللي بك نستعش ربنا يبارك عملكم شكرا لك يا أخ كمال جويس من لبنان ألو أهلا أهلا تفضلي أهلا 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 أولا أشتركوا عن هذه لبنان جميع ويوضحوا كثير أشتركوا أنا مسيحية من لبنان أهلا بك بس يعني اللي عم تشرحوه بفراحة ما بنعرفه يعني ربيانين مسيحية وفراحة الكنيسة وكل شي بس يعني هيدول الإسراء اللي عم تشرحوه نحنا كمسيحين ما بنعرفه لي ما بارك يعني اللي حبته أكثر أنه أتعمى أكثر بالإنزيل لأنه أنا يساق كيف حبه وضوه بكل تفاقيل حياتي يعني ما قطعه صبح لوقت مانين بس ما بقرة لأنه ما بصهمه يعني بقرة بس ما بصهم يعني هلأ من وراء هالشرح اللي عم تشرحوه عم بصهم انه عن جد لأجل مسيح وليك مصد وهيك بقايا رات انه بتساعدونا بهالشغل هون بلبنين كمين ما عنا هالتوعد ما عم تعمل عالله نشكر ربنا ونشكرك يا أخت جايس سلام ونعمة سلام ونعمة تفضل سلام ونعمة برحب بالأخ وحيد أهلا أخونا ونشكره على البرنامج الجميل ده بصراحة أنا أول مرة أتلمه لكن إن شاء الله مش آخر مرة ونحب نشوف دائما الله ونحب أنه أعجبني أنه موضوع البرنامج أنه حضرتك بتناقش كل نقطة من الجانب الإسلامي والجانب المسيحي من القرآن ومن الإنجيل وده طبعا بتدي فرصة لأخوات المسلمين يعرفوا الفرق وشوفوه بس أنا كان ليه طلب صغير أنا نفسي أنك تخصص بعض الحلقات أنك تعد مبشرين في مصر يعني أنا نفسي أن أنا أبقى على نفس المقدرة بتاعت حضرتك أن أنا أقدر أن أنا أحاور أن أعيش لأنني في أصدقاء كتير من الحباء المسلمين الواحد يسعل عليه لأنهم مش قادر أنه يعرفهم المسيح يعرفون نوعة الضعفة عندهم وفي نفس الوقت يعني الواحد صعبان عن أن الناس دي يكون تفتحة وممكن تسمع وممكن تفهم وما يقدرش أنه يجذبهم عندهم زي ما بنقول يعني أنا نفسي أنك تعلمني زي أصدقاء السمكة مش عايز السمكة يريد حضرتك خاصة بعض الحلقات أنك تعلمنا زي أننا نبشر بحيث أن يبقى في جيش من المبشرين في مصر وطبعا هذا من الإضافة وإحنا عايزين تكونوا تصليوا من أجلنا في مصر بالزاد في الأيام ديت عشان المادة التانية وأحبب أذكر نقطة برضو متعلقة بالبرنامج أنه عند الإخوة المسلمين فيه اللي هي من أسماء الله الحسن اللي هو الموضل فدي نقطة يريد حدث تذكرها وفيه برضو اللي هي يهدي من يشاء ويبقى لمن يشاء فإزاي هم بيحسبونا احنا على الضلال وعايزين يجيبونا بالسيف ياما السيف ياما الإسلام وهم أصلا عندهم أنه دي حاجة بتاعت ربنا أنه يضلني ليش حاجة بتاعتي أنا صحيح فأشكرك يا أخو هذه على مجهودك وعلى حالتك الإسلامية ومواضعك الحلوة ويريد برضو حضرتك زي ما تريد تخذ يعني بعين الاجتماع الموضوع أنك أنت تعرفنا زي أننا نبشر بالمسيح أنه في حباء كتير من الإخوة المسلمين يقلوش تردوا على القناة بتاعتك أو مشاهدين يوصلوا لها هاو شوفوا البرنامج بتاعك شكرا لك أخ شكرا لك شكرا لك أخ بوتروس وفريق البرنامج بنعمة المسيح شغال في الموضوع ده وصلوا أنه الحاجات دي تطلع يعني بأسرع ما يمكن أمين أيمي من ألمانيا ألو احنا معاك على الهواء يا أخت أيمي تفضلي أيوة مساء الخير مساء النور تفضلي أيوة مساء الخير أنا مفتوطة جدا من البرنامج بتاعكم وأنا تلميزة جديدة معاكم كنت عايزة أسأل أيوة كنت عايزة أسأل الأستاذ الوحيد كنت عايزة أسأله إذا كان هو بيقول إنه الشيطان بيضرب كل الناس بالحربة في جنبهم لما عادل ما قدلش على المسيح إزاي المسيح لما تصلب ضرب بالحربة في جنبه شكرا شكرا لك يا أخت أيمي شكرا لك فيكن من هولندا ألو ألو مرحبا سلام المسيح معكم سلام نعمة تفضر في عندي سؤال الأخ وحيد إذا ممكن في مجال تفضر السؤال هو سيدنا المسيح قال سأصلب وأموت وفي يوم الثالث أقوم سؤالي هو هل المسيح أقام نفسهم بين الأموات أم الله أقامهم بين الأموات أم النسيح هو الله وأرجو منك يا أخو حيث أن توضح لي هذه الآية وشكرا شكرا لك يا فيكن معنا مجدي من أمريكا ألو مساء صباحا خير سلام ونعمة تفضر في الوقت فيه اتنين بالنسبة للمكتوب على بني آدم حظوا من الجنة هل ده مكتوب زي اللحن المحفوض يبقى مثلا في ناس خوانسوخ ولا مكتوب ومفوش ناس خوانسوخ الحالة الثانية لو اتنين واحد مكتوب عليه يعني نرغي ثاني للست مكتوب منتعارف على إيه اسم ناشح وكل فرج اسم ناشح طب هل الراجل مكتوب فين الحاجة التانية بالنسبة لاتنين برجالة أو اتنين بنقى اتنين واحد مكتوب على حفظه انه هاي هيعيزني كذا مرة والتاني مش عيزني ولا مرة الاتنين موقفوا هنا في القوانين الوضعية في الأرض واحد هترجل والتاني مش هترجل طيب إبقى واحد بما أن الاتنين نفذوا إرابة الإسلام اللي هي الإسلام واحد مكتوب عليه وتاني نفذوا إرابة الإسلام فواحد لما هيطلعوا قدام إرابة الإسلام مين هيتجازة ومين هيتكافئ أعتقد أن الاتنين مفهوم يتكفر يا أستاذ مجدي أستاذ مجدي أستاذ مجدي أسئلتك صعبة جدا بصراحة يعني يعني دي أسئلة تعجزية لأنه أولا موضوع ناسخ ومنسوخ أنا أعتقد لا يوجد ناسخ ومنسوخ فيما كتب الله على بني آدم لأنه إحنا قرأنا منذ قليل في تفسير شيخ المفسرين الطبري أنه أدرك ذلك لا محال وده كمان في تعليم رسول الإسلام كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محال فما فيش يعني ناسخ ومنسوخ على الإطلاق وبعدين السؤال الثاني مكتوب على إيه اسم إيه وهل الرجل كده برضه يعني يعني على كل ده التعليم الإسلامي الموجود فهو ده مكتوب شئت أم أبيت هو عليك مكتوب وأنا مبسوط أنك أنت تبصيت للاتجاه الآخر للقانون اللي حيعاقب بي على الأرض صح واحد حيرجم والتاني لا فده حيكون موقفهم إيه بص هذا الأمر المكتوب يهدم تماما فكرة السواب والعقاب عشان أجيب لك من الآخر يهدم تماما فكرة السواب والعقاب أنت حتعاقب ليه وتثيب على أي أساس ما أنت اللي عملت كده شكرا لك يا أخ مجدي معلش عندنا مكالمات تانية ماجي من مصر أهلا حالو أهلا تفضلي سلام سلام نعم أهلا 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 بيكم ببارك لكم الأول على البرنامج وطبعا متأخرة شوية لكن أنا بتابع معكم الحلقات من أول يوم وفعلا بنشكر ربنا على وجودكم معنا شكرا لك أستاذ وحين تم تعلم منا كتير جدا ربنا يخليك وتكون سبب بركة لنا كلنا والناس كتير مشي في ظلمة مش شايفة النور تكون أنت شامعة بتنور لهم الطريق السلام السؤال بتاعي عايزة أسأل يعني سؤالي مختلف شوية عن كل اللي اتصلوا كله بيقول ليه ربنا بعت لنا أنبياء ورسل طالما ربنا يعني عايز يدل لنا وعايز يعني خلقنا علشان يخينا وعلشان يهلكنا طب أنا سؤالي ليه ربنا خلقني لماذا خلقني الله طالما مكتوب علي الخطية والشرق والزنا وخلاص مصيري هيكون جوهنم ليه ربنا خلقني وهل هذا إله محب وعادل ويستحق ويستهل أن أنا أحبه وأننا أعبود أو أننا أصلينه بس مش في لكم ومش في أصدر وحيد ومحتاجين كلنا في مصر صلواتكم لينا وربنا يخليكم ويسنتكم ويكون دايما معكم شكرا لك شكرا لك يا أختي ماجي طب أنا هبدأ من الآخر الأختي ماجي بشكر الأحباء اللي يعني بيسر النقاش وبيسر الحلقة بتقول لماذا خلقني الله إسلاميا وما خلقته الإنس والجن إلا ليعبدون فأنت يا أختي ماجي يعني مش أنت لأن أنت مسيحية سأديك الآية في سفر الأمثال الثمانية لكن إسلاميا وما خلقنا الإنس والجن إلا ليعبدون فالمسلم مخلوق فقط عشان يعبد الله بس طب حتى الآية دي بتضرب بقية الآيات اللي هو بيخلي هو مشيئته إنهم يفضلوا كفار ما هو كافر مش هيعبدني تمام فكيف أنا خلقته عشان يعبدني نبينشوف التناقض ده كتير جدا طيب إذن إذن ده النص في القرآن يعني خالق الإنسان بس عشان يعبده عشان يعبده لكن في سفر الأمثال الثمانية لزاتي في بني آدم يعني الله أوجدني لأتلزز بشركة الوجود مع الله ده هدف وجودي بهذا الوجود لما أنا بعدت كآدم وفقدت الصلة بينه وبين الله قال لي علشان ترجع اللزة الروحية تاني معايا خليك مرتبط بيا علشان حياتك مرتبطة بيا لو بعدت هتموت أنا عاوزك تكون معايا فلزاتي في بني آدم ده التعبير الكتاب المقدس ده الحب ده العناية الإلهية فإذن ده بالنسبة الإجابة على سؤال أختنا ما يجي بالنسبة إلى الأستاذ كمال أشكرك يا أستاذ كمال وأحب أنك تكون صديق دائم لنا للبرنامج وكل الأحباب أدعوم نفس الدعوة الرب يبارك حياتكم وتعليقوا عن تفريغ السجون ويملوها بالآخرين الأخ الجويس أشكر تشجيعك وأنا أنت عزتين كتير أنه وتطلب كتاب مقدس لو ما فيه أو بعض الكتب ممكن التشجيعية اللي ممكن تساعدك كتير في بناء حياتك الروحية الرب يباركك أخت جويس الأخ بطرس بيتكلم عن إعداد مبشرين وربما يكون هذا العمل ضخم ولكن الله ليس لديه مانع أن يعمل بالقليل أو بالكثير ممكن نناقش الموضوع هذا مع الأحباء الخدام في قناة الحياة ولا أعتقد أنهم يعني هيقصروا في هذا الاتجاه صلي من أجلنا يا أخ بطرس والرب يبارك حياتك أخونا أيمن من ألمانيا أخت نائمي من ألمانيا عندها سؤال حلو كتير عجبني جدا أنه في ولادة البشر كل ينخص الشيطان أو يطعن الشيطان في جنبه بأصبعه مش بالحرب هي فيهمتها بالحرب ما عاد المسيح دي نخصة الشيطان يعني بيحط سمه يعني بيخطئه يعني كلهم خطائين إنما الحرب التي طعن بها المسيح على الصليب فهذه طعنت من أجل فداء وخلاص البشرية مش طعنت لأنه خاطئ فهذا الفرق يا أخي تئيمي الطعن الأولى اللي بيطعن الشيطان ده عشان كل البشر خطائين عاد المسيح اللي ما استطعش الشيطان يطعنه لكن على الصليب هذه المسامير وهاء إكليل الشوك والصليب وطعنة الحرب هذه كلها آلام الفداء التي توج بها المسيح لكي ما يقدم الحياة للآخرين الرب يبركك أخوة إيمي وانت قلت معانا جديدة أنا بشجعك تكوني معانا على طول أخونا فيك أقامه الله من الأموات النص واضح في الكتاب المقدس أن المسيح أقامه الله وهنا إحنا بعض القراءة يقول لك أقامه الله إزاي طبما هو اللهوت هو الله واللهوت هو من عقل الله هو الله وروح الله الروح القدس هو الله وكلمة الله هو الله فالمسيح حينما نقول أقام ذاته بذاته أي أقام ناسوته بلهوته هذا الكلام للأستاذ فيكن يا أستاذ فيكن لما بنقول المسيح أقام ذاته بذاته مش بنقصد أنه النسوت أقام النسوت لا نقصد أن لهوته المتحد به أقام ناسوته الميت لأن اللهوت كان متحدا بناسوته في القبر وكان متحدا بروحه الإنسانية التي ذهبت وأخرجت الذين كانوا قد ماتوا على رجاء القيامة في اليوم الثالث قاد اللهوت روح المسيح الإنسانية وعادت الروح مرة أخرى في جسد المسيح وقام المسيح ولهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفت عين دي كانت مجموعة الأسئلة التي قدمتها الأحباء بشكور شكرا لك نأخذ بعض الإيميلات برضو عشان الأحباء التي تعبوا بعتولنا إسحاق أخي العزيز وحيد المسلمون لا يعترفون بأن الرب قد صلب من أجلنا لكن يقولون شبها لهم السؤالي شبها لنا المسيحيين أم لليهود أم للرومان في ذلك الوقت وكانوا هم من أرادوا النيل منهم رجاء إذا كان إله المسلمين قد كتب كل شيء على الإنسان وليس للإنسان أي حرية للاختيار فلماذا يدعون كفار وضلين طالما برأيهم أن الله هو من أضل الإنسان إذن فالملام هو الله وليس الإنسان ولماذا يكرهوننا ما هو زنبنا إذا كان الله هو من أضلنا كما يقولون ومن أضله الله فليس له من هادي أم أنهم يظنون أن بمقدورهم أن يهدوا الإنسان أفضل من الله بعد أن أضله الله وبتتكلم عن إيه التناقض ده كله عندنا ضياء بيقول إذا كان حديث نخصة الشيطان استثنى عيسى حديث نخصة الشيطان استثنى عيسى فلماذا حديث كتب الله على ابن آدم حظه من الزنا لم يستثني محمد من الزنا عندنا عزة بيتكلم عن في حلقة سابقة هرب من مأزق أحد المشاركين من مأزق شرك آدم في الإسلام بأنه أشرق قبل أن يصبح نبي يعني هو بيقول أنه هو أشرق قبل أن يصبح نبي وماذا إذن عن محمد الذي عندما تمنى ألقى الشيطان في أمنيته والآية بتاعت تلك الغرانيقة العلا وإن شفاعتهن لا ترتجى ألم يفعل هذا بعد أن صار النبي وكيف لنبي أن يتمنى الشركة أنا مش عارفة هو فاهم الحتة دي بعدين عندنا سؤالين كان على الموقع موقع قناة الحياة من ماهر عيسى بتكلم عن هل فشل الله مع الملاك الساقط وهل فشل الله مع آدم لأنهم أخطوا هل تراجع الله مرات عديدة في عقابه لشعب إسرائيل دي كل الأسئلة اللي عندنا نجاوب عليها لأنه ما عندنا وقت كتير لسا الموضوع بتاعنا طيب أنا بسرعة كده السؤال الأول أنا برضو عجبني هل شبها لمن يعني شبها لهم شبها لليهود ولا شبها للرومان ولا شبها للمسيحيين التلاميذ اللي كانوا موجودين تلاميذ المسيح هو شبها للمسلمين بصراحة أم المسيح ولا أم المسيح السيدة العزراء قاعدة تحت الصليب جنب الصليب هو شبها للمسلمين الأمة الوحيدة اللي يعني بتتكلم عن شبها لهم بهذا المنطق لأنه في منطق آخر تلقفه رسول الإسلام ووضعه في هذه الصورة حتكلم عنه بنعمة المسيح في حلقات عن صلب المسيح ونشوف ما الذي تلقفه رسول الإسلام عن كلمة شبها لهم وكيف بلورها هو بهذه الطريقة فنحن لم يشبه لنا ولا اليهود اللي عارفين هم صلب المسيح ولا الرومان اللي كتبوا وختموا على صلب المسيح وختموا قبره لم يشبه لأحد يعني فهي هروب الشيطان مش عاوز الخلاص للعالم عاوز الناس تفضل في ضلالة وفي موتها وبدون صلب المسيح وقيامته لا يوجد حياة على الإطلاق الأخ رجاء الأخ رجاء تعليق رائع جدا لو كتب علينا فلماذا يكرهوننا الأخ ضياء لو استسنى المسيح من نخصة الشيطان في ولادته فلماذا لم يستسنى حظ رسول الإسلام من الزنا وشرك آدم ألقى الشيطان في أمنيته بالمناسبة موضوع الغرانيق هذا موضوع ضخم جدا وبنعمة الرب سنخصص له برضو حلقات خاصة لأنه موضوع لا يمكن أن نفوته كده وفيه أحاديث مهمة وصحيحة أيضا فشل الله الأسئلة الموجودة على الصيد اللي فشل هو الملك ليس الله الله أعطى الخير للكل وخلق الإنسان وخطته أنه يفضل آدم في خير الله وفي خطة الله آدم خرج خارج خطة الله الملك خرج خارج خطة الله الله لا يأمر أحد لا يجبر أحد أن يبقى في خطته هو عمل الخير وقدمه واللي عايز يبقى في هذا الخير بإرادته لأنه خالق كائنات عاقلة حرة مريدة فمشى الله حتى التعبير أنا ما يعجبنيش أنك أنت تسأل إذا كنت بتؤمن بإله أن الله فشل هذا تعبير خاطئ حاشل الله أنه يفشل حاشل الذي فشل هو الشيطان والذي فشل هو آدم الإنسان أما بالنسبة إلى تراجع الله مع شعب إسرائيل لا الله لا يتراجع لا مع شعب إسرائيل ولا مع غيره يعني لما بعث للأشوريين يونان إلى نينوة وقال في أربعين يوم تنقلب نينوة بشرط لو تكتب مش حق لبنينوة فحينما تابوا خلاص رفع الله العقاب هكذا رفع الله العقاب عن المؤمنين حينما تابوا ولكن لو ما تبوش أرسل الله الأشوريين وسبووا وأخذوا اليهود في الدولة الشمالية وبعدهم البابليين وسبوهم إلى بابل فإذا أمام الله وعدالته الكل سواسية أرجعوا إليّ أرجع إليكم صحيح أرجعوا إليّ أرجع إليكم في شرط يعني طيب إحنا لسا عندنا مكالمات ولسا عندنا يعني جزئين ما خلصوا خليني أسألك سؤالين وناخد باقية المكالمات ونكمل الموضوع الحلقة الجاية لأنه مش هيكفي الوقت طيب طيب إحنا كنا يعني كان عندنا سؤال حواء اعتقدت أنه المخلص حيجي منها خلاص هي الطفل اللي هتنجيب هو ده المخلص صحيح بس إحنا بنشوف أنه الرب الإله انتظر كل الآلاف دي كلها من السنين ليأتي المسيح المخلص تمام ليه انتظر الله الفترة دي كلها هو في الإجابة على السؤال ده فيه إجابة مزدوجة خاصة بالله وجزئية خاصة بالإنسان بالنسبة للإنسان بطبعه متمرد بطبعه شايف في نفسه البر وشايف في نفسه القدرة ومش شايف نفسه أنه عاجز فلو افترضنا أن الله جاء عشان إحنا عندنا الخلاص بالمسيح الله الذي جاء إلى الأرض طب أنت جاء ليه لأنه ما فيش حد فيكم كامل ما تصلحوش أنتو كمخلصين ولا واحد فيكم ما يصلحش فالخلاص لابد أن أنا أقوم به شخصيا في طبيعتكم البشرية فلو فعل الله ذلك بعد مئة سنة كان ممكن البشرية تعترض أنت ما استنيتش علينا إحنا كان ممكن نقدم إنسان ننتج إنسان بار كامل يستطيع أن يعطينا خلاص كامل بار بمعنى بلا خطيئة بلا خطيئة وهو كان ممكن يخلصنا إحنا قادرين إحنا نستطيع فترك الله البشرية طيب استفضلوا قدموا هذا الإنسان يعني حتى بعد أكتر من ألفين سنة لما البشرية أخطأت وقام نوح من جديد نوح فهي فرصة جديدة يلا قدموا الإنسان الكامل بعد شوية عاجزة البشرية وده كلام الكتاب المقدس طب لحظة هل نوح أو نوح أنت بتتكلم عن نوح نوح قال عنه الكتاب المقدس إنه هو بار فليه نوح مثلا ليه ما يقدم الكفارة أو يقدم فداء عن البشرية صحيح هو بار في نطاق معين هو البر النسبي لكن هل نوح بلا خطيئة طب نوح ده مش مات الخطيئة أدخلت الموت إلى العالم ده منهج الكتاب المقدس طالما مات آدم معناه طبيعته هي طبيعة فاسدة طبيعة غير قابلة إنه يحيى الخلود اتاخذ منه كيف أخذ هذا الخلود لأن الخطيئة دمرت طبيعة الإنسان بعدين من الذي قال أن تعبير بار معناه هو بلا خطيئة لا تعبير بار في إطاره النسبي معناه هذا الإنسان بار يتقي الله يحب الله يعيش في وصايا الله لكن مش معناه بار بإنه بلا خطيئة هذا ليس على تعبير الكتاب المقدس هناك بار وهناك البار هذا هو الفرق هناك بار يمكن أن يطلق على يوسف بار ويطلق على إليصابات بار وزكريا لكن البار هو شخص المسيح له كل المجد ما فيش حد تاني معاه فإذن كان الإنسان يقول لا أنت ما استنت علينا إحنا كان قادرين إلى أن كتب الوحي هذه الحقيقة الواردة في الكتاب المقدس ممكن يشوفها معايا الأحباء المشاهدين في مزمور 14-3 الكل قد زاغوا معا فسدوا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد ولا واحد لا قديس ولا نبي ولا بار ولا تقي الكل لا يستطيع أحد أن يقول أنا بلا خطيئة والصلاح الكامل الصلاح الكامل طبعا وبعدين لو جاء واحد هو بار وقديس ويعني اقترح أنه يخلصنا حاني يسألوا أنت عندك خطايا هايقول آه ما ينفعش أنت محتاج إلى كفاري محتاج إلى كفارة هتيجي تكفر عننا الذي يكفر يجب أن يكون بلا خطيئة لا يحتاج إلى كفارة هو المسيح الذي بلا خطيئة الذي هو كفارة للآخرين ولا يكفر عنهم فإذن ده المنطق الأول منطق الإنسان هناك الخطة الإلهية ليه انتظر الله كل هذه السنين لأن هناك وقت محدد بذاته معروف تماما هذا الوقت في خطة الله باليوم والساعة والمكان كل شيء معروف وعلشان كذا كتب في الكتاب المقدس النص التالي الآية الرائعة دي في غلاطي أربعة أربعة يقول ولكن لما جاء ملء الزمان يعني إيه ملء الزمان يعني الوقت المناسب جدا أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني ملء الزمان يبقى إذن في خطة الله هناك الوقت المناسب ملء الزمان إذن بالنسبة إلى الله هناك الوقت المناسب وبالنسبة إلى الإنسان ليعرف أنه عاجز طيلة هذه الآلاف من السنين لم يستطع أن يقدم الكامل ولذلك جاء المسيح وأخذ طينتنا طبيعتنا جاء من السماء وأخذ هذه الطبيعة وقدم بها الإنسان الكامل فيما عجز الآخرون قدم المسيح في طبيعتنا وهذا حسب لصالحنا لأنه قدم الكمال في الطبيعة البشرية فحسبنا كاملين في المسيح ليس بعيد عن المسيح حسبنا أبرار في المسيح ليس بعيد عن المسيح هذا ما فعله المسيح فقضية التجسد ليس فقط خلاص قضية التجسد كبيرة وفيها بركات عظيمة جدا الرب يدين نعمة ونأخذها في البرنامج أمين كمان سؤال ونأخذ بعض المكالمات بسرعة إذا كان يعني ده سؤال إسلامي من المسلمين إذا كان المسيح هو ابن الله طب ليه الله يعزب ابنه ليه ما أنقذه وأنا أعد علي السؤال ده كتير قبل كده يعني بس هو سؤال نابع من خلفية غير فاهمة لرسالة المسيح طيب المسيح جاء وقال أنا سأخلص العالم جاء وقال سأصلق والمسيح أعلنها صراحة في عشرات الآيات صراحة عشرات بلسانه أن رسالة الصليب غير النبوات اللي في العالم غير النبوات وغير ما قيل عنهم كويس فإذا قال المسيح أحباء المشاهدين ووجه كلامه مرات عديدة حتى للتلاميذ بعد يومين يكون الفسح وابن الإنسان يقتل طيب وبعد ما ابن الإنسان الرب يسوع المسيح جاء وأعلن أن رسالة الصليب وحينما يأتي الصليب يستعفى المسيح أو يدافع عنه الآب السماوي طيب هل دا إله عاقل هل دا إله يرسل للصليب لما يجي الصليب يدافع عن ابنه هذه الأسئلة نابعة عن عقلية لا تعرف الكتاب المقدس نابعة عن عقلية لم تكلف نفسها عناء البحث وفهم الآخر والاستماع إلى الآخر مشكلة الأحباء المسلمين يعرفون المسيحية إما من القرآن وإما من الشيو لكن ما بعرفش المسيحية من الكتاب المقدس من التفاسير المسيحية زي ما إحنا بنعمل هو أنا بعرف الإسلام من فين أنا لا لا مسلم ولا أبوي من شيخ وعرفت الإسلام من القراءة قرأت القرآن وقرأت التفاسير افعلوا كذا أحباءنا المسلمين ارجعوا للإنجيل ولا تفسر ارجعوا للتفاسير المسيحية لتفهم طبيعة الكتاب المقدس طيب شكرا لك يا أخوة إحنا ما بيجيش عندنا غير يعني دقيقتين تقريبا هاخد مكالمة واحدة وبعتذر لكل الأحباء يعني اللي اتصلوا بينا ما فيش وقت ناخد ساميرة من إنجلترا ساميرة من إنجلترا ألو مساء النور تفضل سلام المسيح معكم أشكركم على هذا البرنامج الرائع القيم أنا بس أريد أقول خلاص وحياة الإنسان هي في المسيح وبعدين نحن في المسيح إبليس تحت أقدامنا ونحن في المسيح لا يقدرون علينا أعداءنا ونحن في المسيح صخرة كبيرة لا تتحرك ونحن في المسيح أسوار نحاس غير قابلة للكسر ونحن في المسيح عمود من حديد صلب ونحن في المسيح مدينة حصينة ونحن في المسيح أحرار أحرار لا نخاف المسيح ربنا رب عظيم مدهش مدهن وأنا وأنت نؤمن ونثق ونؤكد بأن مهما جرى ومهما حصل اليوم في هذا العالم إنه ما يحصل بإرادة فيه وحده من هذه الأشياء اللي عم تسيط للقتل والجرائم والتبجيرات والاختطافات وقطع الرقاب والسرقات والفواحش المتكبة الرب المسيح قادر أن يقتلع كل الفساد يقطع شجرة الشيطان ويرجع الهدو والسلام والطمئن إنه حاكم عادل أنا أريد بس أقرأ شغلة صغيرة من الكتاب المقدس معلش يا أختي سميرة معلش أنا آسفة ما عندنا أي وقت صديقين هي دقيقة ونص إحنا باقية معلش أنا بعتذر منك يعني إحنا عاوزين أنا عاوز أشارك الأحباء المشاهدين باللي بيحصل معانا في البحث إحنا يعني المفروض إن دي الحلقة التانية الجزء التاني وخلاص بس بنفاجأ إن إحنا الموضوع بيتوسع معانا في البحث ومش بتكفي الحلقة أنا عايزهم يطولوا بالنا مالهم معانا وإحنا مش مستعجلين إحنا ورانا بنعمة المسيح حلقات كثيرة فلا تستعجلوا وعايزين نشرح كل جزء هم مبسوطين طيب كويس نشكر الله لأن إحنا بيجينا يعني تعليقات كثيرة جدا إنه اللي إحنا ماشيين فيه ده نشكر المسيح إنه صح بس هو خلاص معلش إذا نستحملونا المرة القادمة نكمل ما تبقى من هذه الحلقة رب يبارك حياتكم بنشكركم كتير وبنتمنى وبنطلب دايما إنكم تصلوا لأجل البرنامج مبسوطين جدا إنكم إنتم معانا ومشاركاتكم يعني بتشجعنا أكتر فدايما بمشاركاتكم وبصلاتكم إحنا للأمان بنعمة المسيح بشكركم ونشوفكم الحلقة الجاية اشتركوا في القناة